اشتركوا في القناة هنا الحب والأمن والأمان والإسلام والسلام اللهم زد بيتك تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ورفعة وبر وزد يا ربي من كرمه وعظمه ممن حجه واعتمره تكريما وتعظيما وتشريفا ومهابة ورفعة وبر أيها الإخوة المؤمنون والأخوات أيها الصائمون والصائمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود ونتشرف بهذا النقل النقل اليومي عبر قناة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ويوميا طيلة شهر رمضان المبارك نحييكم والمسلمون يودعون اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك لعام الف واربعمائة وسبعة وثلاثين للهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ابتهل فالسماء تفتح بابا ومضيق الأسى يصير رحابا ابتهل صادقا ترى النور يهمي وترى ما طلبته مستجابا أنت لا تسأل العبادة ولكن تسأل الله رازقا وهابا تسأل الله قادرا حين يقضي بقضاء يطوع الأسباب ها هو رمضان أيها الأحباب قد حل وهذه المشاهد الإيمانية لا تكون إلا في رمضان هذا الالتفاف وهذا الحب الذي يظهر على وجوه المسلمين هنا مشاهد إيمانية تلتقطها كاميرات التلفزيون بقناة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية وبعض القنوات الفضائية الأخرى التي تتشرف بهذا النقل رمضان حل ووجه سعده قد طل رمضان هل هلاله وخيم الظلاله وهيمن جلاله وسطع جماله لقد أظلنا موسم كريم الفضائل عظيم الهبات والنوائل كم تمنيناك يا رمضان كم دعونا الله في صلواتنا أن يبلغنا رمضان اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن بلغتنا رمضان رمضان عظيم الهبات والنوائل جليل الفوائد والمكارم بالحب استقبلناه وبعاطر التحايا بدأناه وبأشواق الفؤاد نلقاه وبجزاء المولى عشناه فله في النفس مكانه وفي حنايا الفؤاد منزله إنه رمضان زين الشهور وبدر البدور إنه درة الخاشعين ومعراج التالين وحبيب العابدين وأنيس الذاكرين ها هو هلال رمضان وقد أهل يا فرحة المسلمين بهذا الهلال يا فرحة المسلمين فرحنا برؤية هلاله وفرحة كل المسلمين فهلاله ليس كبقية الأهلة هلال خير وبركة عم ببركته أرجاء العالم ونشر في النفوس روح التسامح والألفة والمحبة والرحمة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عند رؤية الهلال اللهم أهلوا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير إخوة الإيمان ما أشبه الليلة بالبارحة وما أسرع مرور الأيام والليالي أتذكرون كنا نعتصر ألما لوداع أيامه ولياليه وها هي الأيام والليالي وقد مرت بنا ونحن في استقباله من جديد في استقباله بفرحة العازمين على نيل أجره وفضله مجددين النية والعزم على استغلال أيامه ولياليه لاغتنام فرصه وجني ثماره وليرى الله فينا خيرا في شهرنا فالتقوى هي هدفنا وشعارنا نتسابق للخيرات من أول أيامه فالنفوس مهيئة لذلك ومن بين أسمى الغيات التي نسعى لتحقيقها في هذا الشهر الكريم إصلاح النفس وتغيرها نحو الأفضل فرمضان فرصة عظيمة للتغيير فكل ما في رمضان يتغير سلوك وعبادة وخلق فهو يمضي بنا وتتغير فيه بعض أحوالنا ونسعى جاهدين إلى تغيير أنفسنا بان الهلال فمرحبا بقدومه بان الهلال فمرحبا بقدومه رمضان عاد ببهجة الإيمان فأظلنا شهر الهدى باليمن والبركات والأمجاد والقرآن أنعم به من زائر متنعم يمضي حثيثا في رضا الرحمن ريان ريان باب وهو وعد صادق منه الدخول لجنة الرضوان يجزى به من صامه أو قامه راج الإله الواحد الديان شهر الصيام قليلة أيامه يا سعد يا سعد من أمضاه بالإحسان اخوة الإيمان في كل مكان يأتي رمضان ونتذكر قوما من عباد الله قد كانوا معنا يعيشون بيننا ومن حولنا كانوا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا نحبهم والله وكانوا يحبوننا ولكنها مشيئة الله لم يشهدوا معنا شهر رمضان قد قضوا نحبهم وانتقلوا إلى جوال ربهم يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك ملوكا وأمراء ورؤساء وعلماء وأهلا وأقاربا وأرحاما وأصهارا وجيرانا وزملاء وأصدقاء وأحباب اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لهم وترحمهم اللهم عافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اللهم اسكنهم فسيح جناتك ودار ردوانك وتغمدهم بواسع رحمتك وكريم مغفرتك اللهم املأ قبورهم بالرضى والنور والفسحة والسرور اللهم أنسهم في وحدتهم وأنسهم في وحشتهم وأنسهم وأنسهم في غربتهم اللهم اجعلهم في بطن القبور مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود ردوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين اللهم وسع مدخلهم ونور قبورهم وافسح لهم فيها مد أبصارهم اللهم انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضوط وطلح منضوط وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة اللهم اللهم وحشرهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم واجمعنا بهم على سرر متقابلين حتى نكحل أعيننا برؤيتهم في جناتك جنات النعيم اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي ما لي في الوجود سواك وأعز آمالي دوام رضاك يا رب يا رب جئت إلى رحابك ضارعا فاعطف على من بالرجاء أتاك اللهم إننا نسألك بوجهك العظيم وبوجهك الكريم واسمك العظيم وسلطانك القديم أن تسكن عظمتك وخشيتك ومحبة رسولك عليه الصلاة والسلام في قلوبنا اللهم ارجقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا وإخلاصا نجد حلاوته في أعمالنا وخشوعا نجد حلاوته في صلواتنا إخوة الإيمان ما هي إلا لحظات ويرتفع صوت الحق من هنا من المسجد الحرام في مكة المكرمة يرفعه المؤذن توفيق عبد الحفيظ خوجة اللهم نسألك خشوعا نجد حلاوته في صلواتنا وذكرا دائما وصلاة دائمة على رسولك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا من لطفت بخلقك في السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا بقدرتك العظيمة واعطنا يا ربنا سؤلنا وحقق آملنا وأحلامنا واجعلنا ممن يستغلون مواسم طاعاتك بالتقرب إليك وكسب مرضاتك واهدنا يا ربنا اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وأقاربنا من إخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومن له حق علينا ومن وصانا واستوصانا اللهم اهدنا جميعا ولا تجعلنا ممن حضهم الجوع والعطش ولا تكتبنا من الغافلين المحرومين يا أرحم الراحمين اللهم باعد بيننا وبين الخطايا والأوزار وارزقنا معيشة الصالحين الأبرار واكفنا برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز ويا غفار الآن ينادى لصلاة المغرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيال الصلاة حيال الصلاة حيال الفلاح حيال الفلاح حيال الصلاة حيال الفلاح صلاة حيال الفلاح إلا الله إلا الله تبكي عيوني تبكي عيوني حين أنطق اسمه ويميل قلبي زاهدا يتعبد وتظل أحرفه الكريمة في فمي نورا يبدد ظلمتي يتجدد وأطير عصفورا طليقا في السماء وتروقني نجواه فهو محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا أيها الإخوة المؤمنون والأخوات أيها الأحبة في كل الدنيا أذنا لصلاة المغرب هنا في المسجد الحرام في مكة المكرمة وكما تنقل لكم كاميرات التلفزيون عن طريق الأسرة التلفزيونية أسرة قناة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية والتي تتشرف يوميا بهذا النقل الحي المباشر على مدار الساعة وللالتفاف التفاف المسلمين حولهم التفافهم ببعضهم البعض على موائد الطعام التي اجتملت على أشياء خفيفة مثل التمر وماء زمزم واحتساء بعض القهوة العربية إن وجدت أجواء إيمانية يعيشها المسلمون هنا وهم بعد قليل سيؤدون صلاة المغرب جماعة هنا بمشيئة الله وكما تشاهدون في أجواء إيمانية سعيدة ممتعة في الحقيقة فهنا مكة المكرمة هنا أمنية مئات الملايين من المسلمين زيارتها وأن تلامس أقدامهم ثرى هذا الوطن ثرى هذه الديارة المقدسة التي هي حلم كل المسلمين قلبي يذوب إليك من تحنانه ويهيم شوقاً في رباك ويخضع فإذا ذكرتي مكة فإذا ذكرت فأدمعي منهلة والنفس من ذكراك دوماً تولع وإذا خلوت إليك كانت وجهتي فالروح فيك أسيرة لا تشبع وإذا وقفت مناجياً ومصلياً كانت بنفسي دعوة أتضرع يا ليتني في حبها مستشهد كم كنت من عشقي لها أتوجع يا ليتني في حبها مستشهد كم كنت من عشقي لها أتوجع أنا أنا إن حرمت إقامة في مهدها يا ليت روحي في ثراها تنزع أنا لا أبالي في هواها محنة أواه لو أني فداها أسرع دار التقى ومحمد منها أتى والمنبع القدسي منها يطلع الخطة أسرع أخواتك أحبت أخواتك 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 اشتركوا في القناة